اشتركوا في القناة في تغطية مميزة فلا تذهب بعيدا مشاهدين متابعين في كل مكان اهلا ومرحبا بكم في المباراة الكبيرة يوم مرتقب والكل يحضر للاستمتاع بقمة منتظرة بين الفريقين معكم فارس عوض من كبيرة التعليق واليوم لدينا مباراة في الادوار الاقصائية الملك ريال مدريد في مواجهة باير ليفاركوزن هذكرت هدف لال تشكيلة ريال مدريد الآن امام حضراتكم انطونيو روندغيرسن عاملها جواري نانشو فرناندوس في الدفاع بالفيرديس يبدأ رفقة بيلينكام في وسط الملعب وفي الامام رأسي حربة لزيادة فرص التزجيل في هذه المباراة تشكيلة باير ليفاركوزن في مباراة اليوم لوكاس هيراديكي في حراسة المرمى جوناتان تاس سي العبيل الجانب يفتح كبه في قلب الدفاع في الخط الامامي رح يدواجد ثلاثة لاعبين لزيادة حضوط الفريق في التشجيل جرانيك تشاكا جريمالدو يوناس هوفمان كرب تصل إلى جريمالدو دفاع حديدي خلص الكرة وأوقف المحاولة الكرة تصل كارفخان كرة عرضية باتجاه فينيسيوس ابعاد الكرة من مكان الخطر ضغط عالي متقدم وواضح تأثيره إيدمون تاب سوبا تمس في هذه اللاقس حكم يحتسب الخطأ بعد عدم استغلال كرات إتاحة فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة والهدف الأول في المباراة عن طريق فينيسيوس جونيور انتابع الهدف مرة الوقرات تعامل رامع الكرة قرار سريع وإنهاء مميز وتمركز لعب دور مهم جدا في هذا الهدف بدون شاك المدرب سعيد بالتقدم في النتيجة الشعور بالراحة سيجعل يفكر بضغوطات أقل لقيادة الفريق نحو تحقيق الانتصار الله الاحتفاء بالكراب يتقدم فيها للأمام تدفع بأربع حرة مشاهدين من الصيب ليفاركوزن والتسديد لا تمر أي شجاعة في الاعتراب حطيرة جدا ضاعت على فاير ليفاركوزن كم من الممكن تسجيل هدف التعادل رودريغو ريال مدريد يفقد الاستحواذ الان باير ليفاركوزن يستغل المساحات الموجودة على الطرف ضغط جيد واستعادة للكرة فهل يستفان ديناب منها؟ الشوط الأول هنا يلفظ أنباس الأخيرة واحتاج ليال مدريد لتأمين تقدمه حتى يخرج غرفة الملابس مبارك ما زالت في الملعب واضح الله على الكرة المدافع يتحول إلى حارس مرمى يبعد كرة من على الخط لم تمر لم تمر ركلة حرة لمصلحة باير ليفاركوزن كرة ثابتة يحتسبها الحكم ويكتفي بالانذار الشفوي كرة بتبعد من منطقة الخطر صافرة حكم المبارات تنهي شوط المبارات الأول والآن يذهب الفريقان لاستراحة قصيرة نعود بعدها لاستكمال المبارات انطلاق الشوط الثاني من المبارات باير ليفاركوزن متأخر بفارق هدف وحيد والمبارات ما زالت في الملعب فرصة خطيرة هنا الله الهدف ياتيب ولفاركوزن يعلن التحديم عودة في النتيجة والمبارات تشتعر هدف تعديل الكفة تعدل إيجابي واحد واحد بير لا ميندي مزالت الكرة مع توني كروز ممتاز افتكاك الكرة من المدافع فرصة كانت محققة في اللعبة الماضية كرة بضيع من باير ليفاركوزن انطلاق هجومية وفرصة قد تكون واحدة هنا تدخل بكل قوة داخل المنطقة خرج في الكرة بدون أي ضغط إذن تبديل يجريه الفريق الآن بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية باتريك تشيك كرة خطيرة للتقدم في النتيجة تصدي مجنون من حارس المرمى يستعيد في اللعبة الآن مع عرمية التماس تبديل في صفوفي باير ليفاركوزن غراني تشاكا يصوب على المرمى ممتاز الحارس في التصدي لهذه الكرة بكرة بينية يكسر الخط الخلفي الحارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة فرصة مع الضربة روكليا لتقدم في النتيجة فريم بون هكذا تكون التدخلات داخل الثمانتاش أوهو تسجدة قوية حارس المرمى موجود يبعد الكرة توني كروس وصلت إلى فينيسيوس هجوم منظم من ريال مدريد في الدقائق الأخيرة ومحمد الله الكرة في المرمى هدف التقدم في التواني الأخيرة هدف لا يمكن تعويضه أي سيناريو أي جنون غير معقول ما يحدث هدف يجعل عكس مجريات المبارات ما يقدم الكثير من اللمحات في الخط الأمامي لكن على الرغم من ذلك وصلوا وسجلوا هذا الهدف لحظات درامية مع اقترابنا من نهاية المبارات والنتيجة ربما تكون حسن متلان إشارة من حكم المبارات بالأفضلية لمصلحة لفاركوزن حكم المبارات يقرر إضافة دقيقتين في هذه اللحظات فيرت مجوم الآن لا ندري إن كانت سي أجواء كبيرة في نهاية كاس السوبر الأوروبية كل شيء مثالي هنا تدويج كبير مطولة تأتي بعد مبارات كبيرة استحقوا اللقب وعليهم الاحتفال الجماهير في قمة السعادة مبروك من الأعماق الكل يشاركهم الفرحة والآن مع اللحظات المنتظرة منذ نهاية المبارات لحظة التتويج لحظة استلام كأس البطولة لحظة هي الأهم كأس السوبر الأوروبية الجماهير في قمة السعادة بهذا التتويج تحتفل بفريقها لاعبون في حالة سعادة غير عادية هنا في منصة التتويج أي لحظة ستظل في الذكرى للسنوات والسنوات مبروك لكل جماهير النادي الآن لحظة التقاط الصورة التذكرية مع اللقب صورة ستبقى في الذاكرة وتحفظ في التاريخ وفي أدهان كل جماهير النادي ترجمة نانسي قنقر